حبيت أبدأ الحلقة النهاردة بالصورة الحلوة اللي كانت مبارح في مبارات السوبر الصورة العامة والصورة الخاصة صورة شكبالة ومؤمن زكريا الصورة العامة بشكل عام الأمور مشت بنسبة كبيرة جدا بشكل أقرب للمثالية الصورة الخاصة صورة شكبالة ومؤمن زكريا الصورة الحلوة الصورة اللي فيها روح حلوة الصورة اللي فيها المعنى الحقيقي للرياضة والكورة والإنسانية والسبب اللي احنا بنلعب بسببه رياضة حاجات وتفاصيل مهمة أكبر بكتير من الخلاف الصورة بتاعت شيكابالة مع الكابتن سيد عبد الحفيز الصور دي صور مهمة هتقول لي لا يا عم كريم هو أنت مش فاكر شيكابالة عمل ايه هو أنت مش فاكر سيد عبد الحفيز عمل ايه هو مش عايف مؤمن لما كان بيلعب ربنا يا رب يشفيه ويحميه تقعد تخش في حتة بعيدة أوش يا عم احنا ولاد النهاردة يا سيدنا احنا ولاد النهاردة الناس بتتعامل بروح رياضية بشكل محترم ليه تجيب لي من مبارح واول مبارح مع حضرتك نفسك وانت بتتفرج عليها دلوقتي مش انت نفس الشخص بتاع مبارح بتاع مبارح ده كان عنده أخطاء وعنده حاجات كان فيها مثلا تجوزات وعنده مشاكل وعنده عدم حكمة في تأدير الأمور أو التعامل مع الأمور انت انت نفسك كده وانا كده الصورة حلوة الصورة حلوة فيه ناس بقى تاخدوا الصورة الحلوة دي يقولك لقى تعالي هنا بقى انت بشوفت الشكبالة عمل ايه اه عمل اه عمل وما يصحش انه يعمل حلو كده ما يصحش انه يعمل بس وانا بقولك ما يصحش انه يعمل انه يتجاوز ضد حد يتجاوز ضد لاعب لازم اقولك انه في اي حتة في العالم في اي حتة في العالم في المناوشات دي بتحصل وديك دليل كم مرة شفت راموس وميسي بيتخنقوا مع بعض لما كانوا الاتنين بيلعووا في الاما ديد وبرشلونة كم مرة كم مرة شفت تخل وكلوب في الدول الانجليزي بيتخنقوا بالايد كم مرة شفت بيب جورديولا ومرينيو والتصرحات هنا وهناك وخناقات في الملعب كم مرة ده على سبيل حصر يعني كم مرة كم مرة كتير ده بيحصل فين في اهم دوريات في العالم هتقول لي يعني هو اللي عمله شكبالة صح لا برضو مس صح لو تجاوز ضد لاعب لو الحكم كتب في تيجيوه نوع تجاوز للعب مش هيبقى صح مش هنفع نقول على الفعل الخاطئ انه فعل صحيح بس تجاوز ناخد الصورة الحلوة ناخد الصورة الحلوة اهم لو الراجل غيرت فعلا لو الحكم او المرائب كتب في تيجيوه ده هتيتعاقب وخلاص ياخد مباراة اتنين يتغرم اللي يحصل يحصل لو الحكم او المرائب ما كتبش في تيجيوه شاف انه ده كان مناوشات عادية برضو اللي يحصل يحصل ناخد بس الصورة كويسة ناخد الصورة الحلوة ليه بقى ليه بقول لك كده عشان هنفضل طول الوقت طول الوقت في الكرة في الكرة تحديدا هي لعبة إسهارة وحماس وعصبية ونرفزة في أرض الملعب في تسعين دقيقة وهديك الدليل البسيط قوي الصغير قوي لما حدك بتروح تأجر ملعب انت وصحابك خمسة على خمسة انت بتتخانق مع الخمسة اللي قدامك انت بتتخانق مع زميلك ده ايه أثناء المطش أثناء الساعة اللي انت مأجرها بعد كده بتروحوا مع بعض بتتعشوا مع بعض بتشربوا حاجة مع بعض وبتروحوا وتناموا تتخيل وإيه بقى انت لا عندك ضغوط جمهرية ولا عندك ضغوط مستقبلك هيبقى رايح فين لو انت جبت الجول ولا ما جبتش الجول مستوىك حلو ولا مش مستوىك حلو هتبطل كرة ولا هتكمل كرة انت بتلعب هاوي يعني بتنبسط ورغم كده بتتخانق بتزعل بتتنرفز ممكن تتجاوز ضد اللي قدامك ليه؟ عشان دي لها بقى تنافسية وفي لحظة الضغط ممكن تغلط المهم من الخطأ ده لا يتخطى التسعين دقيقة طيب بالنسبة اللي عبت الكرة هو حرفيا ما بيتخطاش التسعين دقيقة احنا بقى المتابعين جماهير وبعض الاعلاميين احيانا بنكبر الموضوع ونبالغ ونكبره ونتعامل معاه وكأنها حرب لا هم تسعين دقيقة وخلصت شكبالة غلت النهار غلت كهربا كان غلت قبل كده غلت غلت ونقول انه غلت بالمناسبة وانا بقولك على المثال بتاعتخي الوكلوب ومورينيو جورديولا مش بقولك ان دي افعال صحيحة واحنا مفروض نعمل كده بس بقولك في نسبة تجاوزات احيانا بتبقى خارجة عن الاراضة بدون قصد اي شخص ممكن يعملها وهو في تنافس اي شخص ممكن يعملها وهو في تنافس هل هي مبررة لا هل هي صحيحة لا بس انا بحاول بقى كلامي ضوكيج جدا عشانيا ما يتقالش برضه كريم بيقول ايه اتخنقوا مع بعض ودراوه بعض وعادي في التسعين دي يا لأ اللي بيعرف يكنترول على نفسه ويتحكم في نفسه ده لاعب او مدرب مثالي ورائع وده الصح اللي احيانا مشاعره او ما بيستحملش الضغط ده بتحصل بتحصل بس المومي تبقى قوليه لقاوش ونقول عليه غلطان ونعقبه ونقوله ما تعملش كده تانيش ينفع نعمل كده بس ما نقفرش بقى ما نجيش بقى في الاعلام يعني يعني بص انا معنديش شك ولا واحد في المليون ان شكبالة كان يعني ايه مخلص انه في الموقف بتاع مومي ولا واحد في المليون بس يا سيدي فرضا فرضا هو كان في نوايا أي شيء أنت إيش عرفك إيه اللي خلاك تخش في نوايا أنت بتاخد الصورة بس هو ده اللي ليك الباية عند ربنا النوايا دي بتاعت ربنا مش بتاعتك بلاش الأفورة بفكرة أنك عايز تنتقد أو تهاجم أو تشتم لاعب أو تعمل اللي أنت عايز تعمله يخليك في موقف إنساني تحوله من موقف جميل نشيد به لموقف تقول أصلا هو فيه تمثيل وفيه لقطة وفيه الكلام ده كله لأ أصلا الكابتن سياب حفيز هو اللي حطت إيده على كتف شكبالة فكان عايز يعني يتقرب من الشكبالة طب هو شكبالة ليه قرب من الكابتن سياب حفيز هو عايز يتقرب من الكابتن سياب حفيز ليه ده ليه ليه بتسرحه بخيالكو في النوايا السيئة ليه ما تاخد الصورة حلوة والباية عند الله الله هو أعلم نبني على ده يا جماعة عشان خاطر ولادك ولادي لما يجبروا شوية شوية ما يبدلوش تول الوقت عندهم حلة من الكر والعصبية والتعصب في حاجة احنا بتقولهم إنها رياضة ولعبة نفعش عندك كلمة طيبة قولها دي نقطة